عايزين كمان نقول انه خلاص يعني كلناها حوالي ثلاثة ايام بس ويتدخل كرة القدم المصرية اختبار صعب جدا ومهم جدا بتكلم عن ماتش السنغال يوم الجمعة جاي ان شاء الله طبعا في المرحلة الفاصلة للتأهل الى المونديال ماتش الزهاب حيكون في القاهرة وماتش العودة حيكون في دكار اكيد كلنا قلقانين ومتوترين لكن برضو عندنا ثقة كبيرة في ان ان شاء الله لعبتنا والجهاز الفني يقدروا يقدموا مباراة طليق بمنتخب مصر اداءا ونتيجة وبالتأكيد يعني اكيد كلنا بقى بنحلم بالتأهل للمونديال منتخب مصر بيستعد بقوة جدا لهذه المباراة وحاجة عظيمة ان انت تشوف يعني منتخب بلدك في اكبر محفل رياضي او كروي عالمي فكرة الوصول لكاس العالم كمان هيعود على الرياضة المصرية بالكثير من الامور الايجابية مبدئيا كده عشان نواصل انجازاتها رياضية في كل الالعاب كما هو الحال في الفترة الاخيرة طبعا كل التمانيات بكل التوفيق